مفاوضات الهدنة لازالت مستمر متواصلا مفاوضات بتاعت الهدنة لحد يمكن اللحظات الأخيرة قبل الإفطار وبالمناسبة مفاوضات الهدنة بتستمر حتى بعد معد الفطار في بعض الأحوال وما إلى ذلك محكمة العادل الدولية بدأت تعمل أو بالأدقة عقدت أول جلسة لها للاستماع في الدعوة اللي رفعتها دولة نيكا راجوة ضد مين؟ ضد ألمانيا الاتحادية طب الدعوة اللي ضد ألمانيا بغرض الإيه؟ ألمانيا مالهاش علاقة باللي بيحصل على الأراضي الفلسطينية يعني كراجوة قالت لك لا قالت لك ألمانيا اتخذت مجموعة من القرارات من شأنها تسهيل الإبادة في غزة الله طيب السؤال بقى تعالي هنا نفصص الموضوع حبتين هل في دول كتير في أوروبا وطبعا في غير الوات المتحدة الأمريكية نقدر نعتبرهم شركاء في هذه الإبادة؟ هقولك آه تقولي طيب إزاي؟ هقولك بص كل من اتخذ موقفا صامتا أو كل من لم يشجع على اتخاذ إجراء واضح حاسم ضد الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية في فلسطين يعتبر شريك؟ إزاي؟ طيب هو الدول دي مش بتصدر للكيان الصهيوني أي إن كانت المنتجات يعني فيه دول بتصدر سلاح ودول بتصدر زخير ودول بتصدر تكنولوجيا ودول بتصدر مكان ودول بتصدر منتجات مختلفة كتير خلاص؟ طيب أسهل حاجة كنا نبدأ الأول بعدم تصدير السلاح والزخير إلى هذا الكيان طالما أنه يمارس سياسة إبادة جماعية على الأراضي الفلسطينية أدي واحد اتنين طالما أنه يقوم بعملية تهجير قصري للمواطنين الفلسطينيين من على أراضيهم تلاتة طالما أنه يقوم بضرب المنشآت الصحية ويقوم باستهداف مؤسسات الإغاثية على الأراضي الفلسطينية طيب فيه كم دولة خدت قرار قليلين وفيه دولة تتخذ القرار وتراجعت عشان كده دائما نقول لك إيه علينا جميعا مش بس نحن نقدر نحن نفخر بمواقفنا المصرية اللي وقفنا بيها قدام العالم كله قدام العالم وقفنا بيها قدام العالم فهتلاقي أنه كان فيه أكتر من دولة الأسف الشديد في أوروبا رفضت أنها توقف تصدير منتجات أو أسلحة أو زخائر أو أنها تجمد بعض الاتفاقات بعض الاتفاقات يا جبابرة بعض تجميد أنا مش بقولك يلغي تجميد وترجعوا تقولوا المفترض جدلا مفترض أنه ألمانيا بالتحديد تبقى من أكتر الدول حساسية بس المشكلة أنهم حساسين من جانب واحد بس هم عندهم الحساسية المتعلقة بالنظام للأسف الشديد النازي اللي كان بيحكم ألمانيا بقيادة أودر فيتلر بس فعندهم حساسية بسبب موضوع الهولوكوست والمحارق وأوشفيتس وما إلى ذلك أما فيما يتعلق بأي حاجة تانية ودن نمطين ودن منعجين وكأنه ما شافش يعني هل الألمان على سبيل المثال شايفين أن اللي بيحصل على الأراضي الفلسطينية من 48 أقل جرما وفداحة خد بالك أقل جرما وفداحة مما جرى ليهود أوروبا في فترة من 1939 إلى 1945 أثناء الحرب العالمية التانية تبقى مصيبة لو حد شايف أن اللي بيحصل للفلسطينيين أقل من ذلك أكاد أقولك لا ده أنا مش أكاد ده أنا أجزم أن أنا أقولك اللي بيحصل للفلسطينيين أفدح وأقصى وأكثر وحشية من اللي حصل لليهود أيام هتلر أكثر وحشية قتل وتقتلوا إبادة جماعية وأبيدوا تهجير وهجيروا اضطهاد ويطهاد يا رجل ده حتى الاضطهاد في أقامة الشعائر الدينية حاصل يعني أنت بتتكلم على دولة متطرفة دينيا أو كيان متطرف دينيا تجاه أي ديانة تانية تجاه المسلمين والمسيحيين اللي موجودين على الأراضي الفلسطينية بيتطهد الكل بيقتلوا في الكل عاوزين يطهاروا من وجهة نظرهم تطهير لهذه الأراضي اللي هم شايفين أنه لا حق لأي أحد سوى أن يكون يهوديا أن يكون موجود على هذه الأرض إسرائيل عايزة إيه؟ إسرائيل عايزة تفضي فلسطين بالكامل من أي حد غير يهودي يعيش على هذه الأرض ده اللي عايزة إسرائيل مش عايزين حاجة تانية وبيبذلوا كل غالي ونفيس مقابل أنه هم يفرغوا الأرض من مواطنها وبالتالي يحصل عملية إيه؟ تفريغ للقضية وبعدين يروح زائقها فيوصلها إلى أنها تبقى مشكلة إيه؟ وكأنها مشكلة لجوء وكأن هناك صراع ما فيبقى فيه ناس بتخرج من أرضها فيتحولوا إلى ناجئين فيبدأ الكيان الصهيوني بلوبيهاته المختلفة وبضغوطه المختلفة زي ما بيقعد يبتز الألمان عاطفيا وسياسيا وتاريخيا وزي ما بيضغطوا الإيباك بيضغطوا على الأمريكان في واشنطن وزي ما رؤوس الأموال بتضغط على الاقتصادات بتاعة أوروبا إنه بصوا هم طلعين طلعين استقبلوهم لاجئين بقى خدوهم عندكم اشتركوا في القناة